النهاردة معانا الباستيون البي سابعين السيدان المتوسط الحجم تعالى نتفرج عليها من بره ومن جوه ونطلع نعمل لها تجربة قيادة واكيد تسارع يلا بينا كالعادة اول حاجة نبتدي بيها السعر العربية اللي انا بصورها دي الديلاكس اعلى فئة تمنها ربعمية تسعة وتسعين الف لكن لو عايزين تعرفوا الفئتين التانين مواصفاتهم ادخلوا على تطبيق حتلاقي في وصف الفيديو في رابط العربية وللتطبيق كمان طيب ايه هي باستيون؟ باستيون عربية من انتاج شركة فاو فاو اللي هي واحدة من الاربع الشركات الصيني كبار زي ما انتو عارفين هما الاربع كبار هما المشهورين وفاو هي اول واحدة واسمها فعلا فرست اوتوموتف الاولى يعني ببساطة وقرروا يعيدوا ما يسمى بري براندنج يعني بدل ما تبقى العربيات عليها علامة فاو اطلقوا مركة اسمها باستيون والماركة دي مفروض انها تبقى ايه؟ ماركة البريميوم الماركة الاغلى وحتى اهتموا بتصميم اللوجو بوضوح انه اللوجو برضو شكله بريميوم وشكله اوروبي وعصري لحد كبير مواصفة العربية متساي السيدان سيدان متوسط الحجم ابعدها اربعة متر وتمانية من عشرة الطول وقعدة العجلات اتنين وتمانية من عشرة الموتور الف وخمسمية تيربو بيولد مية سبعة وستين حصان ومتين تمانية وخمسين نيوتن ميتر من العزم واصلين على ناء الحركة سبع سرعات ديول كلتش تبريد زيت من شركة ايسن اليابانية التعليق الامامي باكفرسن والخلفي منفصل مالتي لينك العربية كلها مبنية على قعدة بناء بتاعت المازدى سيكس اوكي لو بصنا على العربية من قدام فما فيش شكل شكلها جذاب حتى في اللون الاحمر انتو عارفين انا ما بحبش الالوان الجامدة بس اللون الاحمر مميز الاسود والكروم اللي فيهم منطقهم قوي الشبكة عريضة جدا كنزة ما هياش من نوع الكبير على عكس الصيني خدوا بالكم فيها كروم برضو الشبكة معمول بزوء عمتا يعني مش مبالغ فيه وبيقل التحت عشان يديلك احساس انها مجسمة في الجزء ده والعلامة واخده اهمية في النص حلوة برضو مش مبالغ فيها زيادة لان العلامة نفسها مش طغية اوي ولكن شكلها حلو تحتها واحدة من الكاميرات اللي بتوعها 360 الكاميرا الامامية اللي عجبني بقى فعلا هو ازاي لضم الشبكة مع الانارة الامامية بصوا الحتة دي فيه اهتمام بالتفاصيل عالي اوي دمجينها حلو مع الشبكة طيب نتكلم على الجزء التحتاني عندي هنا سبليتر حلو والشبكة من تحت كلها الاكسدام من تحت الرياضي وفيه حلية كروم ماشية من فوق السبليتر الامامي اوكي الانوار الامامية فيها الحتة دي اي حق من كادلاك واضحة ولكن مكملنها ورا فيعني ما بين كادلاك ولكسس ولكن المنظر اللي تلعو به حلو جدا لان لضمته العامة مع الشبكة الامامية برضو حلو جدا فعندك هنا نور ال اي دي نهاري مستمر ومن فوق برضو فيه نور نهاري ولكن بيحل محلو الاشارة اللي هي ال اي دي الكلستر النور الرئيسي طبعا في العربية ال اي دي بالكامل وفيه شغل حلو في الفانوس من الداخل كمان يعني مهتمين بالتفاصيل من جوه الفانوس من الزاوية دي بين الخطوط بتاعت الكبوت حد جدا ومعززة البنظر الرياضي جدا وكمان عجبني ان الكبوت بيرفع فوق الفانوس زي ما انتو شايفين كده لافف من فوقيه حلو قوي برضو عشان بيعزز منظر الفانوس ده مطور العربية ال 1500 سي سي التيربو اللي بيولد 167 حصان و258 نيوتر من العزل واصلين على الحركة زي ما قلنا الايسن السبع سرعات الديول كلتش تبريد الزيت المبلل اوكي اه طبعا فيه العمود اياه من غير مساعدين والكبوت تقيل فدي حاجة مش عجباني اوي ولكن فيه كام حاجة تانية بتخفر للحتة دي اوكي العزل هنا وبرضو عندي كاويتش من فوق هنا زائد حوالين الحوض بتاع المطور كله شايفين داير ما يدور فيه كاويتش بيضم كله مع الحتة دي فواضح ان هما مهتمين بالعزل بتاع الجزء ده وكمان الاهم من كل ده سيبكم الحتة دي ان المطور مصفح بالكامل اوكي لو بصينا على العربية من الجنب فبرضو هنا بقى بيبان مقاسة العربية الضخمة جدا عربية وهي مسحوبة جدا وهذا الكو بي لاين المعهود وهي ليف باك الشانطة بتفتح لفوق فاتحة مبيرة جدا والسحبة كلها حلوة جدا الخطوط كلها بالنسبالي برضو في العربية من الجنب مظبوطة جدا والنسب كمان يعني النسب بتاع كل الابعاد لبعض حلوة اوي عندي كاركتر لاين جايلي من قدام ده وبيخلص هنا خالص واحد تاني بيقابله من ناحية تانية من الفانوس الخالفي اوطى منه شوية ولكن برضو بيضعف في النص يعني الشغل اللي في المعدن برضو في العربية حلوة اوي زائد هنا فيه حتة تنفيخة صغيرة من فوق الحتة دي عشان تديلها قوة جاي برضو من خط من تحت الازاز برضو واحدة من الحاجات اللي العجباني طبعا هم مساودين دول القوايم الوسطانية عشان التكملة الازاز مش غامق قوي لكن برضو الخالفي غامق جدا وعندي الكروم برضو في العربية معمول بزوق جدا يعني فيه حتة من فوق معمولة بزوق مش مبالغ فيها وعجباني الحتة دي كمان طبعا المقابد برضو جزء منها مدهون وبرضو من فوق كروم وطبعا هي كيلس وفيه كومفرت اكسس للكورسي بتاع السواء يعني بيرجع للمكان بتاعه او بيطلع منه عشان يطلععك بسهولة وبرضو من هنا عاملين الحتة دي برضو فيها شغل جامد جدا ان فيه زي ما تقولوا انتجريتد سبويلر في الحتة دي سبويلر في المعدن نفسه بتاع الشنطة مع الفانوس الخالفي اللي باين من الجنب بوضوح وده العاكس بتاعه شكلها بالنسبة لي حلو جدا ارتفاع من العربية من الارض مش معروف بالزبط ولكن بيقولوا في حدود الاربعتاشر سنتي فالخلوص من الارض جيد زائد المراية الطايرة اللي فيها ال اي دي وكمان طبعا هنا فيها 360 ففيها كاميرا جانبية كويتش العربية هنا 2550 18 بوصة كويتش برضو سيني اسمه لنج لانج الجنط نفسه كروم مش تو تون ورياش شكله حلو بس مش رياضي اوي وشكله حلو بس مش رياضي اوي ولكن طبعا الفرامل بسكات امامي وخلفي ومهواء اوكي من الظهر برضو العربية شكلها مميز جدا وعلامة باستيون كبيرة جدا من هنا وبي سابنتي وطبعا فيها حساسات امامية وخلفية وطبعا وكاميرات 360 وكمان فتحات شاكمان حقيقية هي علب حوالين فتحة الشاكمان ولكن على اقل حقيقية مش زائفة وفيه عاكس من تحت ونور الفرامل من فوق ولكن اللي مميز برضو جدا في العربية ازاي خلطين الانوار الخلفية مع المعدن يعني الحتة دي مقسومة وحاليها المعدن معمول بشكل حلو جدا واللايت بار مكمل في العربية ونفس الانوار الخلفية شكلها حلو جدا وفيها 3D افاكت وكمان الاشارة هنا برضو LED يعني التناغم ما بين الانوار والمعدن حلوين جدا والحتة دي هي بتكمل التصميم الامامي لو اغدين بالكم زي الناس الكبار زي المصاممين الكبار لما تلاقوا الجزء الخالفي كمان بيطابق الشبكة الامامية بس بحالش فيكم يمكن مركز ايه في الحتة دي برضو معمولة بزوء حلو جدا وبرضو العربية عجباني وساحبة الازاز طبعا حدا جدا من وره ليفت باك فحدا جدا وفيها جزء في ماء كبير وفي النص الجزء اللي مش في ماء اصغر شوية هنشوف من الرؤية من جوه هتبع عملة ايه ولكن المنظر العام برضو فيه من لاكسس ومن كادلك والانوار عملة شوية زي بورشا ولكن الافاكت العام كله على بعض في العربية لا جزاب جدا برضو مبيش شك اوكي الشنطة والابعاد طبعا انتو شايفين ليفت باك ولكن مش كهربع عادية وبرضو تقدر تشيل الرف ده دورت على حجم الشنطة اللي لقيته 522 لتر بالزبط مفيش رقم رسمي من وكيل لسه في حجم الشنطة ولكن انا بتهايلي 522 مضبوط لحد كبير طبعا شنطة برضو كبيرة جدا غويتة جدا النازلة مش كبيرة قوي حاجة قد كده فمش صعب قوي التحميل والعربية كلها مش عالية فالتحميل مش صعب فيها وبرضو هنا فيه سكاف بلايت بس هنا بلاستيك وبرضو البطانة بتاعت الشنطة كلها حلوة قوي تقدر تنزل الكراسي 4060 ولكن برضو مفيش تحميل طولي في اماكن تعليق ونور الرف اللي مغطي الجنط بيفتح على حتتين حلوة مش لازم كله يطلع حتة واحدة فبتسهل الاكسس للجنط الجنط هنا حديد مؤقت بالعدة بتاعته كلها وفيه اماكن حواليه تخزين صغير قوي تعالوا نبص على المساحات الخلفية قاعدة العجلات 2.8 من 10 واحنا قلنا دي عربية سيدان متوسط الحجم او بعتبره متوسط الى كبير الحجم والحقيقة هو المقاس او الابعاد بتاعت العربية بينة جدا 2.8 من 10 متر هتقولي قاعدة عجلات مش كبيرة اوي في اكبر طبعا ولكن ده ما بيعكس المساحة اللي داخل الكابينة زي ما اتفقنا بصوا على المسافات اللي قصادي الكورسيين دول فوضعي وأنا طولي 178 سنتي ونص بالزبط ارتفاع الرأس جيد والمساحة اللي قدام الركب كبيرة جدا وكمان ممكن انزل رجلي تحت الكورسي الامامي مساحات كبيرة جدا وعندي فتحة السقف زي ما انتم شايفينها بتنتهي هنا مش بانورامية كبيرة اوي ولكن لو كانوا دخلوا بيها اكتر كانوا ضحوا شوية بارتفاع الرأس هنا وهم موقفينها هنا عشان ما تجيش في الحيز بتاع الرأس فانفكرين فيها كويس برده اوكي عندي المسند الوسطاني برده فيه المساكة الجلد المعينة اللي فيها الخياطة الكنتراستنج بالاصفر اهتمام بالتفاصيل عالي اوي والكاب هولدرز الوسطانية اللي انا مش غاويه اوي عشان ممكن تخيش فيها بكوعك بس برده الجلد بتاعها طاري جدا وعندي هنا فتحات تكيف مش زون تالتا ولكن معمولة ببيانو بلاك واضح وحوالي كروم عندي مخرج يو اس بي ومخرج 12 فولت ومساحة تخزين اضافية في الكنسول الوسطاني وتقريبا زي ما انتو شايفين كده مفيش نفق يسكر خالص يعني فيه شخص بالغ ممكن يقعد هنا مستريح وبرده عندي ملحوظة بالزبط زي اللي كنت قلتها عن البيك الاكس 7 الجلد ونوعيته هايلين الكورسي نفسه مخرم والاهتمام بالتفاصيل فيه والخياطة اللي حواليه لا الكورسي واحساس جلوسه كله على بعضه حلو جدا بالزبط نفس تعليق عن البيك وبرده من هنا عندي الجراب الجلد الحلو ولكن ما عنديش كونسول لايتس في الحتة الوسطانية نسيوها في الانارة اوكي لو بصينا على المواد في الباب الخالفي وانتو عرفتوا السر ليه دايما بابتدي بيه فطبعا مفيش اي بخ لكله صفت بالزبط زي القداماني وعندي هنا برضه الكروم معمول بزوق جدا والبيانو بلاك حلو جدا بقوا مشاطرين ايه في التصميم وهنا فيه جلد طري والخياطة برضه المعينة الكونترا ستيتشنج بالاصفر اللي هون حلو قوي وده ملمس وحلو وده برضه ملمس وحلو طبعا من هنا بلاستيك تعالوا نشوف مساحة التخزين لحظة واحدة اجيب بالاص القهوة دي يعني اكبر شوية اطول من الازازة الستمية ولكن مش بحجم الازازة الليتر ونص طبعا اوكي يعني اه ممكن ياخدها بس مش بسهول اوي هو ايخد الازازة الاصغر لانها هتضغط مش عميق اوي وده المنظر العام الكرسي بتاع السواق كهرباء وفيه كمفرت اكسس الكرسي لجنب السواق مش كهرباء وهنا الشاشتين الكبار جدا الملضومين في بعض حتة واحدة وفيهم زاوية صغيرة في النص مكملة في الطابلو كله عجلة القيادة جلد وبرضو دي شيب من تحت فيها كروم وبيانو بلاك حلو اوي والشاشة بتاعت التكيف اللي في الكونسل الوسطاني عاملة زي رينج روفر الحتة دي اوي والكونسل الوسطاني برضو فيه بيانو بلاك ونقل الحركة هنا الاصغر في الفئة دي لانه ده الالكتروني والكرسي برضو رياضي جدا وفيه الخياطة مميزة او الكانترا ستيتشنج بتاعهم بالاصفر معمول برضو بزوء حلو جدا المواد كلها من فوق صوفت والشاشة معمولة قطعة واحدة بيانو بلاك ضخمة جدا يعني ملضومين في بعض وفيه زاوية بينهم اخذين بالكم الزاوية دي عشان تبقى الشاشة بتاع الترفيه الرئيسية محدوفة عليك شوية ومكملة برضو بالبيانو بلاك فيه حلوية فيه اهتمام بالتفاصيل عالي قوي فتحات التكيف كمان واخدين بالكم مكملينها على خط واحد وفيه حلوية كروم فيها بروزات كده حتى هؤلاء التكيف فيهم نفس الحلوية الكروم والفلاشر بالبيانو بلاك الشاشة بتاع التكيف مثل رينج روفر نقل الحركة واطوهول والفرامل الكهرباء بالبيانو بلاك ومن هنا عندي اماكن كوب هولدرز ومكان للمفتاح من تحت عندي ويرلس شارجين ومخرجين يو اس بي انا موصل واحد فيهم ده المخرج اللي انا موصل ومستعمله ده عشان بيشحن اسرع ولكن زي ما انتو شايفين من اسفل الكونسول برضو فيه بلاستيكات وهي هي نفس البلاستيكات من تحت الخط الكروم وده مفتاح العربية عجلة القيادة هنا جلد وبرضو جلد مخرم مكان ما انت بتمسكها وفيها بيانو بلاك حلو قوي وكروم والكروم تييل وتشبه لحد ما العجلة القيادة مؤخرا حتى الدراعات برضو عليها لمسات كروم وفي الشماسة في المراية وكمان بالنور بتاعها واحدة من علامات الشعاكة المعروفة السيطرة على فتحة السقف من هنا وبرضو فيها كروم مش نسينها من فوق والانوار بتاعتها LED ومساحة تخزين نظارة درجة طابلو صوفت بيفتح حلو قوي وكبير جدا وتحت المسند الجلد في مساحة تخزين كبيرة جدا ومخرج برضو 12 فولت طيب قبل ما نستعرض الشاشات التلاتة الف العربية تعالوا نعمل لها تجربة قيادة وسط المدينة نستعرض الشاشات وبعدين نعمل لها تجربة القيادة السريعة والتصارع وبعدين أقول لكم رأييه في العربية في الاخر تعالوا نسوق العربية وسط المدينة وسط المدينة بقليس هي فترة طويلة جدا في زحام شديد جدا وحكتين تلعوا من الملاحظة دي على طول انه العربية جزابة جدا يعني الناس بتبص عليها قوي الحاجة التانية اللي ممكن اقولها لكم على طول ان العربية كورسيها مريح جدا قضيت ساعات في الزحام كورسيها ووضع القيادة كله يعني مش بس وضع القيادة وضع القاعدة الكورسي بالمسند الجانبي كلهم في أماكن مظبوطة جدا والكورسي الكهرباء ده تقدر تلاير مكانه بسهولة وتتبقى كاشف العربية من قدام كويس والأي بيلر ده ما هواش كبير ماش مدايقني في زاوية الرؤية فبرضو لزيز المرايات الطيرة حلوة جدا الرؤية الخلفية طبعا كعادة كل العربية اللي فيها الحركة دي الزاوية لو حد عاد في نص حيضيع الرؤية الخلفية عجلة القيادة فهي خفيفة جدا وسط المدينة على السرعات البطيئة بتخف خالص بتبقى ماية في ايدك وفعلا بتساعد ان العربية ما يبقاش إحساسها ضخم هي عربية كبيرة وعريضة بالنسبة لنائل الحركة وسط المدينة الديو تبريد الزيت ما حسيتش بي الحقيقة يعني ما بحس شوه بين الامتا لازم أبص كل مر عشان أعرف هو ناقل ولا أقل بمنتهى النعومة ما عنديش أي شكوه منه وسط المدينة مؤدب ومحترم جدا العربية كلها بتتعامل زي ما تكون عربية كبيرة ونطجة وتعاملها مع المطبات لأن البروفايل مش مبالغ فيه بالزات السايد وول مش مش بروفايل واطي قوي فتعاملها مع المطبات كويس جدا برضو باحترام حتى التكسير الصغير سوء فيه فترات مش قليلة بتمتص كتير منه العربية كان مفروض يبقى فيها بلاين سبوت ولكن نظام الكاميرات التلتمائة وستين اللي هو لما تدي الإشارة شمال أو تكسر العجل كمان خالص بتشتغل الكاميرا على طول زي ما أنا داخل دلوقتي في الإشارة على طول الكاميرا بتشتغل وأنا كاسر العجل كمان بتشتغل فبتوريني الرؤية اللي أنا عايزها وطبعا ده أوبشن لذيذ جدا ممكن يساعد جدا على عدم احتياج البلاين سبوت بس كنت أحب أشوفه برضو أوبشن يعني طبعا برضو إنت واقف في المرور ممكن تتسلى بقى ويتفتح الكاميرات وتتفرج على وراء كل قدامك وتشوف ألازق منك أديه وحاجات زي كده مسلية لكن إجمالا النظام الكاميرات برضو عالي نقاء جدا وواضحين جدا وبيساعده طبعا لو انت داخل شمال يمين بتتوريلك بالظبط اللي في النقطة العامية بتاعتك وكشفالك الشارع كل درجة ان انت بتتعود على أوبشن قوي ما تبقاش عايز تعيش من غيره وهو أوبشن ده في كل العربيات بيعجبني جدا تعالوا نبص على الشاشة اللي قدام السواق في فئتين أقل سعرا من الفئة دي دي أعلى فئة الفئة دي جاية بتلت شاشات واحد اتنين تلاتة بالظبط زي البايك الاكس سابن لو فاكرين هي هنا مقسومة إلى شاشة اتنين وتلاتة الجانبيين بيعرضوا حاجات مهمة زي البنزين والحرارة وعدد لفات المطور زي ما انتوا شايفين بالظبط واي تنبيهات جاية للعربية زي ما انت شافين انا طافي المطور فمن ورالي ان المطور مطفي وان انت على البطارية وان الفرامل الايد مرفوع بس دي في الجزء الشاشة الوسطانية الموديلات الاقل اللي هي الفئتين الاولى والتانية الشاشة دي كلها حتة واحدة ما تفهمش هنا ليه عملوها على ثلاث حتات ولكن النقاء بتاعة الاجزاء الخارجية عالي جدا اللي هو بتاع السرعة وعدد لفات المطور واعتقد ده السبب ان هما لجأوا ان هما يعملوها ثلاث شاشات لان دول واضحين وما بيتأثروش من عكاس الشامس فاعتقد ده السبب الحقيقي يعني طيب الشاشة بتغير فيها كل حاجة من الجنب الجزء الشمال من عجلة القيادة كالعادة وتقدر تسايكل في كل حاجة منتهى البساطة الانفو تدوس اوكي يجيب لك الصيانة الصيانة بعد قد ايه ترجع تاني ده الاستهلاك اللي على مدار التجربة كلها قدرت اعمل رحلات اقل من كده يعني قدرت اعمل رحلات اقل من عشة بسهولة طبعا انا دايس على طول بنزين وعايز اشوف العربية عاملة ايه معايا فما تحكموش على استهلاك اللي لكن الاستهلاك الفعلي حيبقى قال من عشة لو سوقتها بهدوء وعقل وسط المدينة اكد وطبعا عندي التليفون والميديا تعالوا نشوف الميديا نسمع لكم الميديا صوت الراديو حالو جدا برضو اوكي ده منظر الشاشة الرئيسية فيها هنا علامة باستيون ده الهوم بوتن يعني من الاخر وعندك برضو الديزاين بتاع الوجيت المعتاد خدوا بالكوا شاومي هي اللي عاملة نظام الترفيه ده ومن فوق برضو التكيفات زي التابلت بالزبط ده كله كله كلام كويس جدا العربية دي الفئة دي لان دي عربية دامو ما هياش عربية للبيع مش نازلة بالفون ميريرينج اللي هو يقدر يعكس لك شاشة الاندرويد والاي فون لكن اتفرجوا على الفئتين دون فيهم الخاصية دي تقدر تشغل الابليكيشن واصلا لو اخدين بالكوا منظر نظام الترفيه مختلف اللي عندنا في الفئة الاعلى دي اللي انا فيها هو الاحدث من شاومي لو دست هوم على طول واخدين بالكوا برضو النظام لان شاومي اللي عملافة فايق يعني سريع الاستجابة وطبعا عندك بقى كل حاجة يا مازيكة زي ما انت سمعته راديو نافيجيشن تعال نشوف النافيجيشن بيشتغل ولا لا هايحمل هندديل وراحته خالص اه محمل فعلا مظبوط النافيجيشن شغال وكله لكن يمكن المابس يمكن تحتاج تحديث لكن شغال طبعا وما هواش بايدو ده نافيجيشن بتاع شاومي يبدو طبعا انتوا عارفين ان ما بين جوجل وابل والصين فيه خناقات كتير قوي عشان كده مش هتلاقي صريح ابل كار بلاي ولا اندرويد اوتو هم بقداروا يعملوها بالميريرينج تمام خدوا بالكم اوكي وشايفين الخاصية دي واضح انها عندها الامكانية انها تعمل حاجة زي الاكتب نويس كانسيليشن دي برضو لزيزة جدا هي كانت اصلا اف اقدر اغيرها لايت وميديوم وسترونج وبيقولك مع السرعة بيقولك رديوس الدوشة اللي نتجه عن السرعة فده اوبشن حالو كان معمول اف طبعا العربية دامو زي ما هي ممكن نخليها ميديوم كمان يحسن عزل الصوت او الدوضاء اللي جوه الكابينة شوف الحتة بتاعت الفيكل النظام بيستجيب جيد وما فيهوش دي لي الحاجات الطبيعية تفتح الابواب انهي باب كل الابواب ولا باب السواء الاوتوماتيك لاك لما تتحرك قفل الميريات تعالوا نشوف السيفتي هنا فيهاش حاجات كتير اوي فيها الكترونيج باركينج بريك اللي هي الاول لما تقف هي تروح مفرمالة على طول وان الركاب الخلفيين يكونوا ربطين الحزام وهنا فيها مئياس ضغط هوا لكن ما بيعرضش قيم الفعلية لكن يقولك لو فيه فردة مريحة وطبعا فيه مجموعة اتنين بس ويا لايت اوف يونيفرس اللي انا بنقيه او جولدن يوث دهبي جدا نوريه لكو برضو الكاميرات التلتمية وستين كنت ورتها لكو اسناء القيادة وسط المدينة ولكن نقاءهم عالي جدا زي ما تعودنا من العربيات الصيني برضو مؤخرا والامكانية ان انت تدي اشارة يمين وشمال في اي لحظة انا كده مدي اشارة يمين زي ما انتو شايفين بيفعل الكاميرا اليمين وقدر قدي اشارة شمال يفعل الشمال وحاليا ده الوضع الديفولت اللي هو كاشف الجزء الامامي قدر اتفرج على الجزء الخلفي وبردو مديني الباركينج جايدلاينز بالنسبة لشاشة التكيف الديكيتد للتكيف وفيها بكر برضو ملمس وحلو قوي واضح مش خفيف في اي لحظة لو دوست الضرار ده بيجيب لي التكيف اون سكرين على الشاشة وتقدر تغير كل حاجة من قدامك هنا كمان او تقدر تغير كل حاجة من هنا مود على طول بيجيب لي الهواء جاي منين وبيتحرك برضو بسرعة جدا دي واضحة قوي وزيادت المروحة على طول بيزاود المروحة على الشاشة الرئيسية ومن هنا برضو لو غيرت درجة الحرارة بيستجيب من البكر انا بغير البكرة التحتانية وطبعا العربية توزون زي ما انتم شايفين وكمان العربية فيها تدفئة للكراسي الامامية ده وده على الطريق السريع انا حاطتها على طول زي ما انتم شايفين كده في سبورتس مود ونعمل لها كيكداون معين نقلت من السادس للتالت بسرعة جدا والعربية بتجمع السرعة حلو مش عايزة تنقل خالص نقلت بتتعامل مع الشارع حلو جدا لانه المالتي لينك وقعدة البناء بتاعت مازدا سيكس العربية دي مستفيدة منها جدا انا جربت التكيف مبارح كالثمانية عشرين فطبعا سيقعت بس الجو الايان دي مش حر فمش عارف احكم قوي لا العربية بتجري تمام يعني انا متخيل لها المية هي وزنها مش خفيف متخيل لها المية في حدود مثلا العشرة حوالين العشرة ده تخيلي بتجمع السرعة حلو جدا ونقل الحركة هايل بالنسبة لعزل الصوت برضو جايد جدا يعني انا كنت سيقع على مية وتمانين يمكن الكاويتش اكتر حاجة سامحها وانا فاتح فتحة السقف ولكن برضو عزل الصوت في العربية كويس قوي في شوية اصوات مكابينة شوية كده شخشاخة بسمحها ساعات في المطبات الشديدة وبس عجلة القيادة ودقتها طبعا هي بتتقل على طول على السرعة العالية حتى من غير ما تكون محطوطة في سبورتس مود بتتقل بوضوح وبتتقل الزيادة اللي بتعجبني لها مش فاكت لها عجلة القيادة بقى تقيلة قوي لا بتتقل كويس والمناورة بتاعتها كويسة وطعيرة عربية كبيرة مش هتعرف تاخد بي المناورة الشديدة قوي ولكن عجلة القيادة برضو كويسة ودقيقة الفرامل الفرامل كويسة الشوت طويل شوية ولكن كويسة فحتضطر تتعود عليها بالنسبة بقى لل أندرستير طبعا فيها أندرستير شوية هي عمالة بتحدثني البرة بس أنا برضو واخد الملف على 77 سرعة عالية فيه أندرستير ده كان متوقع ولكن عجلة القيادة مجملا عجباني ونائل الحركة عجبني جدا التكويت بتاعه يعني الاستجابة بتاعته للكيكداون سريعة جدا ايسن فهو نائل حركة كويسة قوي والتكويت او السوفتوير بروغرامنج بتاعه جيد جدا هذا كده الليمت بتاع العربية تقريبا الجامعة ثابتة كمان قوي على السرعة دي ملحوظة تانية والارتقاء على طول ديويل كلتش سريعة جدا مازال عزل الصوت مش بطال ابدا على متين طيب تعالوا نشوف تسارع العربية حقف السبات الإلكتروني قالت لك ستابلتي كنترول دي اكتبيتد التانك عايز يتميلي فانا برضو على تانك فاضي وطبعا ده ديويل كلتش فما قدرش تديله برايك بوست خالص بس همسك العربية عشان متتزحلقش مش اكتر ويلا نجرب في شوية دي لايف الأول من التربولاج رجلي على الآخر تسعة واحد وستين انا قلت حوالي العشرة كان تخيله اكتر شوية من العشرة بس برضو العربية جمعت السرعة مش بطالة على وزنها العربية مش صغيرة رجلي على الآخر يا جماعة سبت تمام وعلى الملفات كمان على السرعة العالية سبتة سبتة مع الفرامل على الملفات طيب نتكلم على السيفتي فيتشرز في العربية بسرعة العربية فيها تمانية ايرباجز الفئة العالية اللي أنا فيها دي فيها تمانية ايرباجز اي بي اس اي بي دي اي اس بي كمان السبات اليكتروني و تراكشن كنترول وفيها خاصية التي بي ام اس زي ما شفته بس ما بيعرضش القيم فيها كمان طبعا اوتو هولد فرامل كهربا ما فيهاش لين دي بارتشر ما فيهاش بلاين سبوت اسيست ولكن زي ما قلتلكم الكاميرات بتحل شوية مكان البلاين سبوت وانا بحس ان اللين دي بارتشر اللي هو التنبيم للخروج بالحارة في مصر او حتى انها ترجعك في الحارة كاريسي لحد كبير لان الخطوط بتاعتنا بتاعت الشارع مش كويسة فده بالنسبة للامان عناصر الامان في العربية ما فيهش شك انها جيدة جدا فيها حساس للمطر لما المطرة يعني لما المطرة تنزل يقفل فتحة السقف ولكن الانوار بتاعتها مش اوتوماتيك غريبة برضو وما فيهاش امبينت لايتس برضو غريبة اوي بالنسبة للصيني مش ان انا شخصيا بتفرق معايا الامبينت لايتس بس انا مستغرب انه ما فيهاش امبينت لايتس غالبا معتمدين على ان حضرتك عندك مساحة شاشات كبيرة اوي مش محتاج امبينت لايتس وده يجبنا للحتة بتاعت نظام الترفيه زي ما قلتلكم العربية دي مش نازلة بميرير لينكل اللي هو الايفون والاندرويد ولكن العربية اللي الاقل نازل فيها وبيقولون ان دي ممكن بينزل لها مع التحديث ما تنسوش زي ما قلتلكم في الاول العربية دي دامو ما هياش للبيع ففيه عشوية حاجات نقصة ولكن نظام الترفيه بتاع شاومي عامل نقلة مش قليلة سريع الاستخدام وواضح وسهل ميزة ان شاومي عامل لهم نظام الترفيه الشاشات اللي قدامك برضو بتاعت السواء واضحة جدا والنقاء بتاعها عايب الزات اللي هم الشاشتين اللي على الجنب الشاشة الرئيسية عشان تبقى دايما شايف الصورة بتاعتك فبردو حلوة جدا شوية سلبيات السلبية بخلاف الحبة الحاجات اللي نقصة اللي انا قلتها في الاول انه فيه شوية اصوات سمعتها من ناحية التبلوء او من هنا ما كنتش عارف هي جاي منين بس مش رهيبة مع المطبات الجمدة اللي فيها يعني تبقى ماشي على ارض مكسارة ممكن تلاقف عربيات كتير اوية برضو هتطلع اصوات عادي وبردو البلاستيكات من تحت خط الوسط زي ما وردت لكو قبل كده كورسي والقعدة اللي بيسموه الان في ايش وزي ما انتم شفتوا العربية فيها الخاصية كمان انها تقلل الصوت جوه الكابينة عند السرعات العالية اللي هي ما كانتش متفعالة فيها اصلا وكل الحاجات دي الان في ايش كلهم على بعض القعدة والراحة لا الكورسي مريح جدا 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 يعني من الاخر لو عايزين الرأي المختصر هي عجبتني جدا والتصارع بتاعها جيد ولكن غالية شوية يعني انا هفكر في الفئة الاقل شوية اللي هي 485 بالنسبالي انا مش فرق كبير قوي وممكن افكر فيها بقى كسرت الحاجز النفسي بتاع النص مليون او 499 الف ولكن لازم تشوفوا تقارنوها بتنافس مع مين بتنافس مع الميت سايز سيدانز مش العربيات اللي بمقاسات مختلفة هي في الفئة الكبيرة العربيات المتوسطة الكبيرة وهي فعلا عربية ضخمة جدا والمساحات فيها رهيبة ومريحة فده برضو معلمة على الحتة دي كويس قوي فلو قارنتوها باللي زيها هتلاقوني مازال سعرها اقل شوية بالنسبة للشاسي العربية دي مستفيدة جدا ان قاعدة البناء بتاعتها مازدا 6 دي يمكن المرة السابعة لقول التعليق ده لان فعلا فارق في اداء والسبات توجيه القيادة كويس جدا عجبني جدا نائل الحركة الايسن كويس جدا في الاداء وسط المدينة جدا كويس جدا على الطريق السريع وبيستجيب بسرعة جدا برضو عجبني جدا طيب مجملا هي عجباني يعني من الاخر طيب بالنسبة بقى مين هي مصر حلوان الناس كتير قوي قالتني تم تقولينا مين هما مصر حلوان مصر حلوان ادام جدا في عالم التجارة في مصر وقرروا ان هما يخشوا عالم العربيات دي حاجة مؤخرة وجايبين مجموعة ناس من شركات كبيرة يديروا القصة عشان تبقوا فاهمين بالزبط اللي بيحصلوا ولما سألتهم على مركز الخدمة قالوا فيه 6 فده برضو رقم كويس وبيقولوا ان العربية عليها ضمان مفتوح الكيلومتري لمدة 6 سنين برضو حاجة جريئة جدا ولو انا حتكلم شوي على مصر حلوان ودخولها الى عالم السيارات فلو انا قرنتها مثلا بوالدي لو قرر يغير المجال اللي هو مثلا شغال فيه 30 سنة وصمعته فيه برلنت فاكيد مش هيتهور ولا حيغامر بصمعته واعتقد مصر حلوان هتبقى وغدى نفس الاتجاه ونأمل نأمل ذلك يعني مجملا العربية عجبتني غالية شوية اجيب الفعل الاقل ممكن يبقى ليها معنا والحاجة اللي مؤسرة فعلا في العربية انه من بره ومن جوه فيها ما يسمى بالواو فاكتر الابهار يا مبهرة من بره انا الناس بتوقفني تقولي ايه العربية دي ومن جوه لما بيبص يشوفوا الشاشات بيتخضوا طبعا الشاشات جنب بعض رهيبة شكلهم جامد جدا التلاتة مع بعض يعني لا هم متفوقين ولكن على غير عربيات صيني كتير جدا من بره هي شكلها مبهر فالواو فاكتر عالي بتاع العربية بس ده رأي فيها بصراحة بعد مجموعة ايام طويلة معاها لو عجبكم الكلام ده عملوا لايك وسبسكرايب ونتقابل في العرض القادم سلام وبكده تبقى وصلت الاخر الفيديو لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك الاشتراك ببلاش وممكن كمان تدخل تتفرج على بقية الفيديوهات الموجودة عليها اشتركوا في القناة